مرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية وبنستكمل مع حضراتكم زي كل يوم خميس نشوف ايه مستجدات كورونا وفيروس كورونا ووباء كورونا وعمل فينا ايه وحيعمل فينا ايه تاني واسئلة كتير وطبعا باب التواصل مفتوح مع حضراتكم من خلال الاتصالات او من خلال صفحات من القلب القلب على الفيسبوك وطبيب من القلب القلب اللي مشرفنا النهاردة هو استاذ دكتور ايمان السيد سالم استاذ ورئيس قسم الصدر بالاصل سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك والسيدة المشاهدين اهلا بحضرتك يا دكتور ومن خلال تعاملك في الشغل وفي العيادة يعني خلينا اقولك الصحة بتسجل النهاردة 610 اصابات جديدة بفيروس كورونا 53 وفاة وخروج 233 متعافي يعني احنا لو بنتبع بشكل يومي هنلاقي ان احنا النهاردة اكتر شوية من مبارح هل الاسبوع اللي فات كنا بنطمن مشاهدين ونقول لهم لا ده الدنيا بتنزل والاعداد بتنزل هنرجعنا الى اتاني ولا ايه؟ لا هي الاعداد فعلا بتنزل يعني الاسبوع ده غير الاسبوع اللي فات اقل والاسبوع اللي فات اقل من اللي قبله يعني احنا دخلنا فيه منحنى النزول الحمد لله الارقام فيها هبوط عن ما كنا من شهر اللي فات تقريبا لكن الهبوط ما بيبقاش دايما ماشي على درجة واحدة على وطيرة واحدة بيكون فيه يعني نزول وان ترجع ترتفع شوية وان ترجع تنزل تاني يعني متوقعين الرقم اللي تفع كنا ربعمية من كام يوم وصلنا لستمية النهاردة ممكن تنزل تاني الايام الجاية ايه الاسباب الارتفاع شوية كده ونزوله شوية يعني المنحنى عامل كده ده نتيجة ايه؟ او تشخيص وايه هل الناس رجعت تهمل تاني في الاحترازات اللي كنا بناخد بيها؟ الاتنين الحقيقة يعني اسباب بيئية البيئة اللي حوالينا العوامل البيئية اللي بيعيش فيها الفيروس الهوى والبرودة والرطوبة وطيارات الهوى والاشعة الكونية وكده كون ده بيزود يا دكتور كون ده بيأثر يعني الحرارة بتقلل انتشار الفيروس او بتقلل حيويته انه هو يبقى في حالة طيبة يعدي ممكن لو زارة الحرارة قوي يتحل ما يبقىش موجود خالص الطيارات الهوى بتغير بتنقلوا اكتر؟ بتنقلوا اكتر بتبعدوا او تقربوا الرطوبة كذلك هو محتاج درجة رطوبة فالرطوبة تزودوا تزودوا وبالتالي عوامل بيئية لكن كمان هو بيعدي من بيعدي البشر من واحد لواحد ما يتوجدش في مكان تاني اذا توجد يبقى احتمال الصدفة ان ييعدي حد من سطح زي ده مثلا لكن عادة ما بينتقل من شخص سليم الى شخص مصاب طب لو الناس تقربت تزداد العدوى لو الناس تبقى عادة تقل العدوى لو اللي بيسنا كمامة هتقل فرصة العدوى وبالتالي هو الاتنين احنا كبشر لو قربنا من مصدر العدوى وكذلك الفيروس بطبيعته حتى لو اتنين قريبين والفيروس موجود والكمامة موجودة مثلا ممكن العدوى تكون قليلة جدا يعني احنا تركنا شوية الاسليب الوقاية يمكن علشان كلا الاعداد بتريد تظهر شوية لا تعالوا